مرض الكولون والنفخة وكمان الأسيد بالمعدة مترابطين ببعض هل الحرقة كمان ضمنهم؟ لا الحرقة ممكن تكون منذ مشكلة مصران ممكن تكون فقط مشكلة معدة شو التشخيص تعول مرض الكولون؟ الكولون عنده كتير مشاكل وهيدي المشاكل ممكن تكون مرتبطة مباشرة أو إلى دليلة مباشرة أو غير مباشرة دليلة مباشرة طبعا هي نفخة وجع بطن بيبلش من المعدة ونزول في اسهال أو في كتام هيدولي العوارض الأساسية المرتبطة بشكل مباشر المش مرتبطة بشكل مباشر هي وجع راس والتيب وجع كتف وجع ظهر وجع بمدل الإجرين تعب بعد الأكل ديء بالنفس لأنه في نفخة كوقيت كتير بيضيعوا بين مشكلة الكولون ومشكلة القلب بتلاقي ركدوا على المستشفى الأهل افتكروا أو أنه فيه الإنسان عم يعمل كريزة قلب بيجي بيمفحص المريض بنعمله كل شي بنعمل بلون كاردياك تخطيط كل شي للقلب تتبين آخر شي أنه مشكلته مشكلته هضم بدنا نحكي عن النفخة القلبية بما أنه جبنا سيرة القلب صح ففيك تتوضح لي أكثر عن هذا الموضوع طبعا النفخة القلبية مش المقصود فيها القلب ينفخ يعني القلب هو بحركة دائمة القلب هو ترمبة الدم بالجسم يلي بتضخ الدم على كل الجسم ولكن وقت اللي بيكون فيه مشاكل بالمعدة هيدا المشاكل بتصير تروح على جانب من جوانب الصدر اللي هو جانب القلب بيصير فيه طرقة قلب سريعة أو إحساس بطرقة قلب سريعة بيصير فيه كركرة كتير بحس الإنسان متل كأنه بسموها هي إنه هيدا اتفاخات على القلب بينما هي بتكون هي غازات بالكولون يلي هو أقرب شي من القلب يلي بيبدأ من الشمال صوب اليمين لأنه عوارد الجهاز الهضمي لأنه عوارد المعدة والكولون هي مشابهة كتير للقلب لعوارد القلب دائما يكون فيه انتباه وهو حتى بلازم يحس إنه هالمرة المشاكل أو العوارد اللي عم بيحس فيها مختلفة نوعا ما التشخيص هو بس بالتنظير أو فيه أشياء؟ فحص السريري هو الأساس هو الدس في وجع عند ملامسة المصران عند ملامسة كعب البطن وينما كبستيه بالبطن بتتحس إنه فيه وجع فيه على الدق نقدر نسمع إنه فيه غازات بكميات كتير عالية ممكن ينعمل صورة يتصور إنه نعمل صورة ASP بيشوف قديش فيه نسبة غازات شو هي الطرق للعلاج بالمنزل؟ بيقدر ينتبه بالأكل بيقدر ينتبه بساعة برطوبة بساعة الإجران يكون دايماً لابس بإجران ما يكون حافة هلأ متداول جداً على التيك توك إنه اللومة بيساعد فعلاً اللومة بيساعد الأعشاب هيده بتساعد الأعشاب الطبيعية؟ هلأ كل طبيعة الأعشاب إذا خطيها دافية هي عامل مساعدة الماء الفاترة عامل مساعدة الماء السخنة بحد ذاتها هي عامل مساعدة فالأعشاب أكيد في قلة دور هضمة بيساعد على الهضم بتخفف من عملية الغذاء بتدفي الجهاز الهضمة بتدفي الجسم فبالتالي بتعطي نتيجة النصيحة منك للناس بخصوص مرض الكولون تحديداً هو اللي التم هو باب الدق لازم يكون عندك نظام غذائي تحافظ عليه لازم تحافظ دايماً على وزنك لازم تخلي وزنك أندر كنترول لازم يضال في حدك ميزان لازم تعرف أنك إذا عم تزيب بالوزن مش شكلياً عم تتغير جسدياً عم تتغير طبياً عم تتغير يعني زودة الوزن ممكن تأثر على القلب ممكن تأثر على الشريين دايماً ميلسوا بأكل البيت ما تميلسوا بأكل الخارج والأكل الجاهز يلي بيحتوي على إشياء كتير صعبة بالهضم وكتير بتأثر على الجهاز الهضمي اليوم في إشياء بتجبرك تكون تحت سترس معين اليوم إذا في عندك سترس شوف الطريقة الأنسب لألك لحتي تشيل هذا السترس هذا من دون اللجوء للأدوية بتمشي بالرياضة بالحكي بمع حدن بطريقة كيف تريح جسمك لأنه سترس يبلعب دوري كتير كبير مع الأكل بمشاكل الكولون